تشكيل نظام الفعال للتنمية الإنسانية وتعزيز الدولة وهي أكثر فعالية منه من البلدان الكثيرة الأخرى وهذا أمر واقع أليات السوق تتفق مع المسار السياسي الذات السيئ الذي أعظم بفقة كبيرة ويأتي أكله بشكل واضح أنا واثقا أنه تحت قياداتكم الصين في الأعوام القادمة ستقوم بخطوات قادمة في دميتها وستحقق تلك الأهداف من دون الشكل التي تضعونها نصبع عيونكم رمزيا بشدة أننا قد اتقينا منذ أعوام وقد قمتم بزيارة أولى لكم إلينا كرئيسين لجمهورية الصين الشعبية خلال الوقت القليل المنصر قمنا بخطوات كبيرة في تنمية علاقتنا ضعفنا أكثر من مرتين تبادلنا التجاري لدينا الكثير من المهام المشتركة والأهداف أعلم أنكم شخصيا والأصدقاء الصينيون أيضا تعانون بشكل كبير بتنمية علاقة الروسية الصينية ويحتلون موقعا عادلا فيما يتعلق بالمسائل الدولية وقد نظرنا بدقة فيما تعلق بمقترحاتكم في حل حالة الأزمة الأوكرانية طبعا سنكون لدينا الفرصة لبحث هذه المسألة نعرف أنكم تنطرقون من مبدأ الأعدالة واحترام الأوضاع الدولية والقوانين الدولية وقد نعرف أننا مفتحون دائما على المحادثات سنبحثم من دون الشق كل هذه المسألة بما في ذلك مبادرتكم التي ننظر إليها باحترام من دون أي الشق كيف تتعاوننا على الساحة الدولية يسهموا في تعسيس المبادئ الأساسية لتعدد الأقطاب نظرنا أن أجل الحالة الدولية للتعاونية دولية وعلى جتمع الكثير من المسائل فيما يتعلق بالتعاون القتصاد يجب أن تتعاونيك هناك الكثير من المسائل يجب أن يتعاون بمقاعدها قادم سنة ناكن من بحث كل ذلك بمشاركة العديد من سمالينا أما اليوم أنا مسرور جدا بإمكانية أنكم مشدتم فرصة لكي نبحث في إطار غير رسمي وصدوق لأن نبحث عن أي من المسائل التي تعنيكم ترجمة نانسي قد حسنا 来到这里和我会见 我们很高兴可以 以非正式的 朋友的友好的 气氛中 讨论一些事情 交流交流 再次 欢迎来到哥罗斯 尊敬的 总统 我也称为我 亲爱的朋友 尊敬的总统 我一直在你 和我亲爱的朋友 我非常 非常幸福 我能够 以你之间 再次 访问 俄罗斯 并且是在我 连任国家主席之后的 首访 首访国家 我非常 非常欢迎 令你 再次 人世的 在在这里 访问 另一个 访问 周困 当 在这个 领导 中 位最初 在这里 日本 还是 是 你提到 十年 前 我 قبل قليل تذكرتم أنه قبل عشر سنوات تماما عندما أصبحت لأول مرة رئيسا للصين كنت قد قمت بزيارة لروسيا كأول دولة أزورها في الخارج وأنتم ذكرتموني في هذا الأمر واليوم هذه اللوحة وهذه الصورة لا تزال موجودة في قلبي ترجمة نانسي قبل الجهة الصينية تولي اهتماما كبيرا لتطوير العلاقات الروسية الصينية لأنها تحمل هنا دورا تاريخيا حيث نحن وإياكم نعتبر دولتان كبريان جارتان وشركاء ومهتمون في التعاون الاستراتيجي وهذا المستوى وهذا الوضع يحدد أنه بين بلداننا يجب أن يكون هناك تعاون وانتهاء المؤتمر العشرين في الصين وبعد الجلسة للبرلمان وانتخابي كرئيس اللجنة المركزية ورئيساً لصين فوراً أنتم أرسلتم إلي برقيات التهنئة ومرة أخرى أنا أكرر تقديري لهذا الأمر 在总统先生的坚强领导下 俄羅斯繁榮發展取得了長足的進步 我相信俄羅斯人民一定会繼續與總統先生堅定的支持 أنا أعرف أنه في السنة القادمة في بلادكم ستجري انتخابات رئاسية وبفضل قيادتكم القوية في السنوات الأخيرة روسيا استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة وازدهار للبلاد وأنا واثق أن الشعب الروسي سيدعامكم بقوة في أعمالكم نعم في الواقع فإن بلدان لديهم أهداف موحدة ومتفقة لتقدم إلى الأمام ترجمة نانسي قنقر بلدان في الوقت الحالي تبدلان جهودا كبيرا للتوصل للأهداف المرجوة في التطور والازدهار ولذلك وضعنا أمامنا هذه المسائل لبناء الاقتصاد الصيني وروسيا وضعت أيضا أهدافا كبيرة لتطويرها وأعتقد وأواثق أن تعاوننا سوف تساهم في تحقيق هذه الأهداف وأقدر أنكم دائما تنظرون إلى تطوير الصين وأنكم تنظرون بإيجابية لهذا الأمر وأنتم تدعمون هذا الأمر ونحن نشكركم على ذلك في موضوع تطوير بالتعاون الدولي الاستراتيجي بين روسيا والصين يجب علينا التوصل إلى الأهداف بالعدالة والمساواة في العالم وفي هذا الهدف توصل إلى ازدهار أيضا بلداننا أنا أقدر مبادرتكم الطيبة بأننا سوف نلتقي وجها لوجه لمناقشة المواضيع المختلفة لكي نتبادل الآراء حول العلاقات الثنائية وأيضا القضايا ذات الاهتمام المشترك شكرا شكرا